فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية والحاصل من هذا أن عمر بن لحي لما تشبه بعبدة الأصنام في الشام في البلقة من أرض الشام لما تشبه بهم وقع في الكفر واستحق اللعنة واستحق العذاب العليم والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر لنا هذه القصة لأجل الاتعاض ولأجل الحذر من أن نتشبه بالكفار أو نستحسن شيئا من دينهم أو أن نقلدهم في شعائر دينهم وهذا أقبح أنواع التشبه أقبح أنواع التشبه التشبه بهم في دينهم ثم التشبه بهم في عاداتهم الخاصة بهم وفي زيهم وشكلهم من أجل الابتعاد عنهم والاستغنى بما أغنان الله جل وعلا به من ما شرعه لنا وأباحه لنا فلسنا بحاجة إلى أن نقلد أحدا من أهل الأرض قد منى الله علينا بهذا الدين العظيم اشتركوا في القناة